النهاردة الأهلي الحقيقة كمان نوجه خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي هستعرضه مع حضراتكم في نفس الموضوع يعني والأهلي ما تكلمش بس على حقه كواحد من أطراف المربع دهبي لكن هو تكلم على العدالة مبدأ العدالة للفرق الأربعة اللي الأهلي بيتمسك بيها وبيطالب بإقامة نهائي دوري الأبطال في ملعب محايد النهاردة أرسل النادي الأهلي خطابا إلى باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيطلب في إقامة مباراة النهائية لدوري أبطال في دولة محايدة بعيدا عن الفرق الأربعة التي تتسابق في الدور قبل النهائي للبطولة وجاء في الخطاب الممهور بتوقيع كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي الأهلي أنه نظرا لأن الاتحاد الأفريقي كان تكلم أو صدرت منه يعني معلومات على أنه ستقام أو المغرب ستستضيف المباراة النهائية اتكلم كابتن محمود الخطيب وجه رسالة في الخطاب قال أنه النادي الأهلي بيخاطب الكاف وأنه حتى اللحظة حتى الآن لم يعلن الكاف على الملعب الذي ستستضيف المباراة النهائية بشكل مبكر وقبل وضوح الرؤية وتقليص عدد الفرق المتنفسة إلى أربعة فقط وهي التي تتبارح حاليا في دور قبل النهائي لبطولة أفريقيا وطلب النادي بالعدالة الكاملة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد وأن يكون من العدل منح طرف أفضلية ولن يكون من عدل منح طرف أفضلية بإقامة النهائي في بلده ووسط جمهوره على حساب الطرف الآخر خاصة وأن هذا يتنافى مع قواعد اللعب النظيف وأكد النادي الأهلي على ثقته الكبيرة في عدالة الاتحاد الأفريقي وإدارة الأمور بشكل الاحترافي الذي يحفظ حقوق جميع الفرق الأربعة ده كان نص خطاب النادي الأهلي الذي أرسله اليوم لاتحاد الأفريقي وفي انتظار طبعا رد يعني أعتقد طبعا أنه الاتحاد الأفريقي في المقام الأول هدفه الحرص على نجاح أهم وأكبر بطولة على مستوى القرار الأفريقية وفي نفس الوقت طبعا البعد عن الشبهات يعني من خلال فكرة أنه يمنح أفضلية لطرف مازال مستمر في البطولة كنا نفهم جدا أو نتقبل جدا أنه يتم اختيار المغرب إذا لم يكن هناك فريق مغربي وصل للدور قبل النهائي ده ما كانش هيأثر بأي حال الأحوال على فرص الفرق الأربعة لكن مع وجود الوداد المغربي ومع إقامة النهائي الأخير في المغرب في الدور البيضة أعتقد أنه من صعب جدا أنه السيناريو ده يكون مقبول